أهلا وسهلا بكم إذن في آخر درس قمنا بتحويل عدد من النظام الثماني إلى النظام العشري قلنا أننا نقوم بترقييم عناصر العدد من اليمين إلى اليسار انتلاقا من الصفر وبعد ذلك نقوم بضرب كل عنصر في ثمانية أس موقع في هذا الدرس سنقوم بتحويل الأداد أو بتعرف على طريقة تحويل الأداد من النظام العشري إلى النظام الست عشري النظام الست عشري لذلك نأخذ مثال مثلا العدد ثمانية وسببون في النظام العشري كم يساوي في النظام الست عشري إذن لذلك أقوم بقسمة العدد العدد ثمانية وسبعون بصفة متوالية على أساس النظام الست عشري كما رأينا في درس التعريف هو ستة عشر ستكون النتيجة هي أربعة لو قمت بالقسمة سأجد أن ثمانية وسبعون مقسمة ستة عشر تساوي أربعة والباقي أربعة ممكن أن أكتب هنا أربعة ستة أربعة وعشرون أحتفل بي اثنين أربعة في أربعة أربعة واثنين أربعة وستون وبالتالي أحصل على كم ثمانية أربعة من ثمانية أربعة وستة من واحد سبا إذن الباقي أربعة عشر لكن كما قلت في درس التعريف عناصر النظام الست عشرية هي 0 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبا تمانية تسعة ثم أكمي بالحروف A B C D E و F إذن الباقي هنا يجب أن يكون وعنصر من النظام من عناصر النظام هنا لدي هنا الباقي أربعة عشر في النظام العشري كم ما هو الرمز المقابل لها في نظام الشتة عشر إذن لدي تسعة عشرة إحدى عشر إثنين عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن هو العدد كم هو العدد أو الحرف A إذن هنا بدل أربعة عشر أكتب بأن الباقي هو الحرف أو العدد A على الشكل ثم أكمل القسم أربعة على ستة عشر يساوي صفر والباقي أربعة سفر ستة عشر سفر من أربعة يساوي أربعة وبالتالي العدد الذي أحصل عليه هو أربعة إذن تمثيل ثانية سبعون في نظام العشرة يساوي أربعة في النظام الست عشاري إذن يجب الانتباه حين أحصل هنا على باقي أكبر من العشرة أنه يجب تعويضه ب أحد الرموز هنا الرمز مقابل لأحصلت على باقي الساوية عشرة وعوضه ب A 11 B 12 C وهكذا حين نقوم بالقسمة على ستة عشر فبالضرورة سيكون لدينا الباقي محصور بين السفر وخمسة عشر التي هي حرف F إذن هذه هي طريقة التحويل من النظام العشر للنظام ستة عشر أقوم بالقسمة بطريقة متوالية على ستة عشر إلى أن أحصل أو أصل إلى خارج الساوية السفر وأكتب الباقي على هذا الشكل فيكون ذاك هو تمثيل العدد في النظام ستة عشر في الدرس المقبل نتعرف على كيفية التحويل في التجاه الملاكس A التحويل من النظام الستة عشر إلى النظام العشر نلتقي إذن إن شاء الله إلى اللقاء ستة عشر